طلبت إدارة الطيران المدني من شركات الطيران عدم نقل كل من يحمل جنسيتي الصين وهونج كونج لأنهم ممنوعين من دخول البلاد وتضمن القرار منع من لديه إقامة أو تأشيرة وكان متواجداً بهما من جميع الجنسيات خلال الأسبوعين الماضيين يأتي ذلك بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد في الصين واستكمالاً للجهود الوقائية في البلاد